رسول الله سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت بسيارتي متوجها إلى عين تيموشند رفقة صديق لي وكنت أسير بالسرعة القانونية محترما كل الإشارات وفي الطريق المقابل كانت شاحنة قادمة فجأة ظهرت من وراء الشاحنة سيارة صغيرة حاولت تجاوز الشاحنة واستدمت بنا مباشرة لما خرج للتجاوز وكان من جراء ذلك وفاة الرجل وثلاثة من الأشخاص معه فهل هذا من القتل الخطأ وهل علي كفار وماذا يترتب علي لا يترتب عليك شيء هذا موش من القتل الخطأ بزاف ناس يتخلط دايما يكون حادث مرور ويموت واحد الأخوة حتمية يقول له هذا قتل خطأ لا 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 هذا إنسان كان يسوق في الطريق أو يسوق في طريقه محترم إشارات المرور خرجت له السيارة هيا جاءت هجمت عليه جاء يتجاوز الشاحنة اصدن فيه مات هذا السائق وماته معه ثلاثة الله يرحم الله يرحم ويغفر له ويوسر عليه ويتجاوز عنه وأما أنت فلا شيء عليك لا إثم ولا كفارة وهذا موش قتل الخطأ لأنك لم تتسبب في شيء قتل الخطأ مثلا واحد في الحجرة وضرب واحد هو في باله بالي الحجرة لا تقتل ولكن هذا كرجل مات واحد الضار مع إنسان ضربه دبزة في باله دبزة ما شير ناوي قتله ولكن ضربه هذه الدبزة ضربه فقاتلها هذا قتل خطأ يعني تسبب في شيء أدى إلى القتل هذا قتل خطأ أما القتل العمد فيشترط فيه نية القتل هذا ما عنده شنية القتل أو ناوي بركي يتهاوش معاه هذا الرجل فسقط ميتا في موقع بين سيدنا موسى عليه السلام وهذا كالرجل إذن قتل الخطأ ما نواش الإنسان وما تسببش فيه وإنما وقع منه حركة أدت إلى قتل الخصم أو قتل المخالف وأما هذا الحالة هذه هذه ما إيش قتل الخطأ ما لا إن شاء الله لا شيء عليك لا شيء عليك واشنو صدق قال العلماء أحسن أحسن إذا إنسان تحس واحد يعني ما كاش متسبب أو خطأ تكون تمشي انتحت إخوت إنسان قتل روحه ليعوذوا بالله وخلى أطفال خلى أرمال أنت أحسن إليهم مليح ولا ربي فتح لك بدراهم أعطي لهم بدراهم مش لهم كمش تعلقه يعني واسيهم واسيهم كلهم وكون مسلم معهم إن شاء الله من باب الإذم لا إذم عليك ولا كفار سائل من سكيكدا يقول أهديت لأمي أهديت لأمي قارورة عسل الله الله شوف هاي الهدية يهدي لإمه أهديت لأعسل آية يدي خمسمائة ألف هدك العسل الحر مبارك الله فيك يا أخي آية الهدية يهدي لإمه يهدي لها قرعك بيجي آية لك الهدية العسل أهديت لأمي قارورة عسل رجاء دعواتها ورضاها ولكنها أصرت على دفع ثمانها شد كيفاه هو مسكينة هدى لها العسل وهي أصرت قالت له لازم نخلص ما كاش لازم نخلصك يا أوليدي لأن الأم حنينة تقول لك أوليدي مسكينة بلك شراها بلك ما عندوش بلك ما كانوش حاضرينه بلك أني تقلت عليه الأم لا قد تخمم ما شير لغير جيب 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 يا مسكينة انت صح هديتها لها بس أيا قلبها يوجحد ولك وقع إلى مسكين أوليدي هدوهالو بلك هو متشهيل عسل وجابهولي بلك نحاه على نفسه وجابهولي هذه أم شوف الأم كيف دي وعلى هو اسمها أم ولكنها أصرت على دفع ثمانها وأقسمت أنا بكفارة تاع ستين يوم ألا أخذ ثمنها فما حكم هذا القسم أول حاجة نقوله لك باللي إحنا نستعرفه بك وانت راجل تاع الصح وراك حمرت ويتش سكيك دا وحمرت ويتش الإسلام هاو الرجال رحت لي أمك أهديت لها العسل ومن بعدها هي أصرت وانت طاعتها واجبة عليك رغم أن طاعتها واجبة عليك لكن انت على بالك باللي راحت راحت هذه الهدية وراحت المعنى تعله الهدية لو كانت شد دراهم كيف تشد دراهم على يمك هديت لها العسل هي أصرت أنها تخلص هدك العسل وانت حلفت لها بكفارة ستين يوم ألا تأخذ الثمن أولا راك أحسنت لما رفضت تأخذ الثمن تعالعسل وإلا ما يوليش هدية يولي يبيع وشها يولي يحب يبيع العسل ما يعيش يبيع لي يروح للصوق انت رفضت تدي الثمن ولكن أخطأتها في القسم يقول عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا فليحلف بالله وبتالي انت يا لا ما حلفت هذه كفارة ستين يوم ما يشحلفها لا شيء عليك لا كفارة عليك وإنما أخطأت ما زيش تحلف بكفارة ستين يوم بالكفارة وسيام العام وحق المداهب الأربعة وراس بابا وراس يم ما تحلفش قياه حكذا وراكوش تنسى كاينش ينسى يضلوا يحلفوا تحلف براس ولادها براس ولادها كاين حكاياتكم نقول لكم هنا تبقيوا الدم كيف راحوا كاذبا كاذب وتحلف براس ولادها وبعد ربي بتالاها في راس ولادها بتالاهم ربي بتالاهم ما تحلفوش تصيبها تحلف راس ولادها وراس خوية وراس بابا وراس يم يمها مسكينة خاطئها حجابة ربي تعصلات وتسبح وهي تجبت فيها وراس يم باباها خاطئها مسكين تعصبح وتعجامع وراس بابا بس عمرك عمركم ولا تصيبوا مراء تحلف براس رجلي ما كاش مستحيل أنا عمري ما سمعت مراء تقولوا وراس رجلي على خاطئها تخاف عليها اعرف بابا اللي وليدها تقدر تجيب واحد آخر وباباها يموت ويماها بصع رجلها يوم ما جاءت دب الراجل ما تصيب حتى مرة تحلف وراس رجلي على بلها كاش ما غلطة ولا تكذبوا لا ربي يبتاليها وتعشي حاصلة ما جاءت تدب الراجل حتى شابت حسبونا الله ونعمله أكيد ما لأنتا راجل تعس كيك دا واش نقولو لك بارك الله فيك وربي يحفظك وراك حمات وش الإسلام وش سكيك دا كمل هكذا أهدي هدية ليمك هذو ما رجالي يحشم يحشم يروح لعندي يمه يدو فارغا يحشم قيسوا هذا مع الاخر اللي راح بهدلنا يمه مسكينا قاتلوا ياوليد يمتشهي شوية تفاح راح جاب لها الزوج حبات ماشي كيلو ولا زوج ولا ثلاثة كيلو الزوج بيت خبيا وعطاهم الهو وقعد كيل كيل سعلب يدور من دور من واش بك ياوليدي قالا يا إما باك حبيت نقول لك ما تزع في فزا ماذا بك ما تقوليش للمرات ما تقولي لهاش لو كانت تقولي لا تقلب عليها الدنيا أعوذ بالله هذا تحرر به فلسطين هذا تبني به الجزائر يا أعوذ بالله يقول لي إما ما تقوليش المرتي ياولو كانت ما تقلب عليها الدنيا حسبنا الله ونعم الوكيل سائلة تقول ماتت جارتي وتاركت عندي مبلغا من المال أمانة لأطفالها اليتامة وبعد مروري سنوات ضاع مني المال بحرته شافت كيف مرة مسكينة خلت عندك درهم كانت مريضة أي عرفة بلي راح تموت مسكينة علامات الموت أي حست بيها أتلك هاك يا درهم ولادي يتامة بالك كي يكبروا شوية ولو يعرفوا أعطيه لهم بشي يسلكوا حوالهم خبيتي درهم خبيتيهم الله يبارك ما شاء الله ومن بعدها تبحروا لك ما ركيش عرفوا وينارهم هات درهم ولا أدري أين هو ماذا أفعل هاي سهلا الواجب عليك تعوضي هذا المال لأنك مفرطة ضيعتي المال هذه أمانة خلتها عندك باش تبديها هاك هاك مليون وصلوا لفلان انت بحرته في الطريق تبحر لك الواجب عليك تعوضه تسدد هذا ما كان أحس بهذا المال شعال أبدأي تخبي 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 من سلم المسلمون من لسانه ويديه والمؤمن ما شكل هو من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم متفق عليه نعاود السمع مليح السمع ياللي أنا نقوله مسلمين شوفوا إلا إحنا صح مسلمين قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه هاي المصيبة الكبيرة من لسانه ويديه ما يهضر في الناس ما يضلم بيده يده يضلم يسيني عادي تاني يسيني يشاهد صور يكتب تقريط عكدب يفدموس يقاطع اليد يسرق ولا لسانه أعوذ بالله باللسان يصبر يصبر ما خلى حتى واحد المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويديه والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ما لنتي هذه إمرأة راهي أمينتك على أموال تعولاد هل يتامى ورقي بحرته الواجب إذا رقي حبة السلك معاربي سبحانه ما للواجب عليك تردي هذا المال فهمتي سائل يقول هل يجوز لرجل إطالة شعره هذا واش خصنا في الزاير غير طولوا شعركم وجعلوه في شكل قردون الله 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 النساء ما مش ديره القردون توحشناه القردون يا نقول له ابنة طالقين شعرهم طول ديرنا دي كيكينات ومن شعر يا وتحية القردون قردون دير قباله لوي 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 ولي يبس مخدوم وزيد له زيد الزيتون ومشطيه ما شاء الله ها ولو أرجال ليس اقسع القردون حسبون الله ونعم الوكيل ونوصلنا هل يجوز لرجل إطالة شعره وجعله في شكل قردون لا لا زيد دير كيكينات ودير له زيد الزيتون يا أخي رجال آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم لعن الله رجال المتشبهين بالنساء ولا عن الله النساء المتشبهات بالرجال لا رجل يجوز يتشبه بالنساء سواء في كلامه يتقع كأصوات النساء ولا في لبسته ولا في شكله ولا يزوق أعوذ بالله ولو عندنا رجال يزوقه يزوقه شفنا رجال يأعوذ بالله يزوقه كي يدير حل في عينه يدير زرق زرق أمو لو يدير زرق زي ما يطبق في السنة وين شفت السنة هذه النبي عليه الصلاة والسلام دار لك حل علاجا علاج من رامد الحديث واضح النبي ما داروش تزيون في الليل بعد العيشة في بيته فالضل ما داوى عينه بالكحل لأنه يعالج ونحاه بوضوع صلاة الصبح مش يكحل هاك داو يخرج أنا نشوفهم نقول لك هذا آخ هذا سعلا في سنكي طوال يأو الكدب في الكدب يكحل في عينه ويسقن فيها ويخرج يفتن في الناس في الرجال وفي النساء ويقول لك يطبق ويقول لك دب الكو